بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت فورتين ديزاين طايز فور زا كولم في الجزء دوت عايزين نتكلم على الطايز اللي احنا قلنا ان ده التسليح العرضي بتاع العمود انا عندي تسليح طولي وفيه تسليح عرضي اللي هو الطايز والطايز ديت لها فوايد انها بتثبت السياخ الحديد في المكان بتاعها الحاجة التانية انها بتزود الدكتيلتي بتاع العمود الحاجة التالتة انها رزيست اللاترال لود زي مثلا الويند فاحنا في الحالة ديت هنختار الديامتر بتاعها او الرقم بتاعها اللي هو نمبر 3 طايز نتكلم على اللي سبيسنج بعد كده اللي هي المسافة بين الطايز الموجودة فبنقول اللي سبيسنج will be the minimum of يعني عايزين ندور على اقل مسافة نقدر نستخدمها في الطايز فبنقول اس هي عبارة عن اللي سمولست فاليو من 3 قيام عندي اللي هي 48 الديامتر بتاع الاستيراب في الحالة دي يطلع 18 انش او 16 ديامتر البار في الحالة دي برضو يطلع 18 انش او اتش اللي هو بعد العمود اللي هو 25 انش يبقى اصغر قيمة هنا اللي هي 18 يبقى في الحالة دي بنكتبها ازاي بروفايد نومبر سري طايز يعني الطايز اللي عندي نومبر سري ايتش المسافة 18 انش سبيسنج يبقى المسافة بين كل طاي والتاني 18 انش حابين في اخر المثال دوت نرخص اللي احنا عملناه فبنقول اول خطوة عملناها ان احنا ديتيرمن الاكسنتريستي اللي هي ام على ان الحاجة التانية استمت يعني بنفرض الكولم سايز ريكويرد بيزد اون الاكسيال لود نومبر سري ديتيرمن اي على اتش ليه علشان اعرف ادخل التابل وبنحسب فاي بي ان على الاريا جروس وفاي ام ان على الاريا جروس في اتش النامبر فور ديتيرمن اي واتش تشارت تو يوز لان احنا عندنا تشارت كتيرة بنفس الشكل طيب مين اللي حنشتغل عليه ديبنده على قيمة الف سي الف واي والفا بعد كده بنختار الستيل سايز بنعمل اللي تشيكات بتاعتنا بنحسب الطايز وبعد كده بنعمل اللي تشيكات او السكتشات بتاعة العمور يبقى ديت البروسيدورز او الخطوات اللي احنا اتبعناها في المثال